فضيلة الشيخ ما المناهج التي تبعت في تدوين وتصنيف كتب الأحاديث بحيث نفهم الفرق بين مناهج أصحاب السنن المختلفة التي اتبعوها عند كتاباتهم كتبهم بارك الله بارك الله فيك بداية كان التدوين مصنفا على الأمور العلمية كالموطئات وهي أقدم ما وصل إلينا كموطئ مالك وهو الكتاب الوحيد الذي وصل إلينا لمؤلفات أتباع التابعين فقد انتهج فيه مالك منهجية معينة في تدوين الأحاديث على حسب أبواب العلم فافتتحها بالصلاة ثم بالطهارة ثم بالزكاة وهكذا على ترتيب أبواب العلم ويأتي مالك في بداية الحديث بأصح شيء لديه في هذا الباب من الحديث ثم يذكر الآثار عن الصحابة والتابعين ليستدل بذلك على أن هذا الحديث صاحبه عمل وأنه مستمر لإحكام غير منصوخ وهذا من عناية مالك بالعمل عمل الناس لأنه يرى أنه من عمل كافة ومالك يرى أن ما في الموطأ هو بمثابة المتواتر عنده هو أي أنه من نقل الكافة لذلك كان يقول ألف عن ألف لا أعدل عن قولهم فقد أدرك ألفا من التابعين بالمدينة وهم أدركوا آباءهم ألف من الصحابة فيقول ألف عن ألف لا أعدل عن قولهم هذا الأسلوب هو الذي انتهجه المؤلفون الأوائل سواء منهم من ألفوا باسم الموطأ أو من ألفوا باسم المصنف كالمصنف العبد الرزاق بن همامن الصنعاني والمؤلف والمصنف لأبي بكر بن أبي شيبة فهي بهذا المعنى ثم ألف بعدهم قوم وهؤلاء اتهجوا نهجين في هذا الباب منهم من اقتصر على الصحيح فقط ولم يجمع في كتابه غير الصحيح وهؤلاء من أمثال البخاري ومسلم وابن السكني وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود وكذلك بعد هذا المقدسي في المختارة هؤلاء اقتصروا على الصحيح ولكنهم ألفوا على نفس الأسلوب أسلوب الموطأات والمصنفات فيبوّفونها على أبواب العلم أما المنهج الآخر فهو منهج أصحاب السنن وهم الذين يجمعون الأحاديث في الأبواب على طريقة الموطأات ولكن ربما يقصرون ذلك على شيء معين مثلا سنن أبي داود مختص فقط بأدلة الأحكام بأحاديث الأحكام فقط ليس فيه ما يتعلق بالسيارة أو الغزوات أو الفضائل أو التفسير فهو مختص بأدلة الأحكام أما سنن الترمذي وسنن ابن ماجة وسنن نسائف فيها كل أبواب العلم فهي على نفس ترتيب على نفس الأسلوب الموطأات والمصنفات والصحيحين أما القسم الثاني من المناهج فهو جمع الحديث على طريقة المسانيد والمسانيد معناه جمع حديث الصحابة أن نجمع أولا حديث أبي بكرين الصديق ثم حديث عمر بن الخطاب ثم حديث عثمان ثم حديث علي وهكذا بأحاديث الصحابة فتكون مصنفة على تراجم الصحابة وهذه الصحابة لهم أيضا ترتيب معين نبدأ مثلا بالخلفاء الراشدين ثم ببقية العشرة المبشرين ثم بالمهاجرين ثم بالأمصار ثم بأهل الأمصار حادث صحابة أهل الحجاز صحابة أهل الشام حادث صحابة أهل العراق وهكذا ثم هذا التصنيف وهو تصنيف على المسانيد في داخل كل مسندين أيضا يقع ترتيب فمثلا أبو بكرين الصديق أول ما نبدأ في حادثه ما رواه عنه الصحابة الكرام فنبدأ به قبل ما رواه عنه التابعون وهكذا عمر بن الخطاب نذكر أولا ما رواه عنه الصحابة ثم ما رواه عنه التابعون على ترتيبهم وهذه الطريقة لا تكون مرتبة على المعاني بل تجد فيها حديثا في الطهارة وحديثا في التركة وحديثا في الأنكحة وحديثا في البيوع وحديثا في الآداب وحديثا في الشمائل وكلها في نساق واحد لأنها إنما هي مرتبة على اسم الصحابة على أسماء الصحابة وهذه طريقة المسانيد أما المنهج الثالث فهو منهج المعاجب وهي أن يذكر الشيخ مثلا أشياخه فيرتبها حادثهم مثلا الطبراني ألف ثلاثة معاجم المعجب الكبير والمعجب الأوسط والمعجب الصغير في المعجب الصغير يذكر فيه ألف شيخ من شيوخه كل شيخ يروي عنه حادثا واحدا أو حادثين فقط ويرتب الشيوخ على حروف المعجب يبدأ أولا بالألف ثم الباء ثم التاء وهكذا على طريق الترتيب الحروف ولكن كان من الأدب أن يبدأوا بالأحمدين قبل الإبراهيمين فالمعقول في ترتيب الحروف أن إبراهيم قبل أحمد في الترتيب لأن الباء قبل الحاء لكن جرت عادة أهل المعاجم أن يبدأوا بالأحمدين لأن أحمد اسم النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم اسم خليل الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل فيبدأون بالأحمدين قبل الإبراهيمين وهكذا هذه طريقة المعاجم ثم حصل التخصص في التدوين فمنهما ذكرت الآن تدوين الصحيح فقط وهذا اشتهر أول من أفرد الصحيحة وحده هو البخاري وتبعه معاصره مسلم بن الحجاج القشيري وتبعهما على ذلك عدد من المؤلفين بعدهما كالأبي بكر بن خزيمة وكابن حبان البستي وكالحاكم نيسابوري وكذلك بعد هذا بن السكن ومن المعاصرين أيضا بن الجارود معاصرنا لهم بن الجارود الذي ألف المنطقة اختار فيه فقط أصحى أدلة الأحكام ثم أخيرا بعد هؤلاء بزمان جاء المقدسي فألف كتابه المختارة واختار فيها أصحى ما وصل إليه من الحادث نعم فضيل الشيخ لماذا إذن البخاري ومسلم وصفا بأنهما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل وأخذا أو تبوأا تلك المكان الرفيع عند المسلمين أجمعت الأمة على أن الصحيحين البخاري ومسلم أصح الكتب وليس معنى ذلك أن فيهما ما هو مخالف أو جاء به من غير وجه لا كل ما في الصحيحين موجود في غيرهما لكن قد ينفردان عن بقية الكتب مثلا السنن ببعض الأحاديث قد ينفرد أحدهما عن الآخر فرد البخاري ببعض الأحاديث عن مسلم فرد مسلم ببعض الأحاديث عن البخاري واختلف شرطهما فالبخاري يثق في أشخاص فيجعل أحاديثهم بالصحيح ومسلم لا يثق بهم والعكس أيضا صحيح مسلم البخاري لا يثق في بعض الأشخاص الذين وثق بهم مسلم وروا عنهم فيختلف شرط البخاري عن شرط مسلم في هذا فالبخاري مثلا يذكر أحاديث عكرمة عن ابن عباس ومسلم لا يرويها البخاري يذكر أحاديث محمد بن إسحاق ومسلم لا يرويها لكن مع ذلك لا بدنا ننبه أن هذه الأحاديث حتى لو كانت في صحيح البخاري هي موجودة في غيره نقرأها في المسند في مسند أحمد في مساند الأخرى كمسند أبي على الموصلي وكمسند البزار وكمسند بقي بن مخلد أو نقرأها في السنن وبالأخص السنن الكبيرة مثل السنن الكبرى للنساء وسنن سعيد بن منصور وغيرها فهذه الأحاديث موجودة أو المصنفين المصنف لعبد الرزاق والمصنف لابن أبي شيبة فلم يأتي البخاري بشيء فرد به وحده ولم يشارك بها أحد ولا مسلم كذلك